أهلاً أستاذة بك أستاذة هالا وردي أنا جد مصرور أن ألتقي بك في هذا اللقاء اللي هو المؤتمر الدولي لإينارة ومواضيع رائعة وتحدثت فيه عن موضوع كتابك اللي هو الأيام الأخيرة لمحمد وكيف استطعت أن تقدمي تسلسل زمني للموضوع هذا لا نجده عند الباحث في العالم العربي أو ما يصنع بالعالم العربي فنحب أن تحدثينا عن هذا التمشي هو الحقيقة التمشي سهل يعني من نحبش نظهر باللي عملت حاجة خارقة لأن هي أبسط ساعات أبسط الوسائل هي أنجع الوسائل حبيت أول حاجة نفهم يعني أول تعرف العملية الفهم والكتابة تبدأ أولاً نبدوها بنفسها بأنفسنا نقرأه ولا نكتبه حتى نفهمه لنفسنا ومن بعد تجيك مرحلة ثانية هو أنك تحاول توصل المعلومة اللي وصلت لها لحقيقة قلت خلينا نحاول نرتب الأفكار لأنني حبيت نقرأ الكتب من التراث الإسلامي وأنتي قدر الناس تعرف بالأحداث اللي صارت في حياة الرسول وخاصة الفترة اللي اهتمت بها بشكل خاص اللي هي فترة نهاية حياته الأسابيع الأخيرة من حياته لقيتها يعني في خلط كبير بين روايات متعددة وما لقيتش في حتى كتاب نتراث الإسلامي إلا شوية عند التبري اللي هو حريص على أنه يسرد الأحداث في تسلسلها حتى عند ابن كثير زادت البداية والنهاية يعني يقول لك سنت كذا سنت كذا وقعت الأحداث لكن خلاني عند ما أشبعنيش هذا التمشي وخذيت ورقة وأخذت أكتبه كل الأحداث التي حدثت بعد الغزوة الأخيرة للرسول غزوة تابوك نعم ومن بعد قلت خليني نرتبهم بالمنطق الأحداث كيف يمكن أن تكون قد توالد نعم وكيف عملت الترتيب هذا اللي بديت به من غزوة تابوك الغزوة الأخيرة مرورا بحجة الوداء نعم حتى لنصلنا للفترة الأخيرة فترة المرض نعم والحقيقة لقيت تفاصيل لأن الكتب التراث الإسلامي غنية بالتفاصيل والقيت اللي حتى تفاصيل دقيقة تخص وصف مرض الرسول نعم وكل الأنواع الألم اللي كان يحس بها الأيام الأخيرة يوميا شنو اللي صار من رزيه الخميس وقت اللي منعوه أنه يوسي وقال أتوني بكتف ودوات نعم اللي أكتب لكم كتاب لا لن تظلوا بعد نعم ونهارته الجمعة لما هو كان عاجز أن يقوم من السري وأنه يمشي يصلي بالناس وقتها طرحت مسألة أنه أبو بكر الصديق ينوبه في الإمامة لكن الحكاية هذه تضح أنها غير متفقة عليها حتى في مصادر السنة نفسها يعني فيها تشكيك فيها تشكيك حتى لنوصل الفترة اللي هي بالنسبة لفترة الحارجة هي اللد عملية اللد اللي صارت له يوم قبل وفاته يوم الأحد هو كان من كثرة الوجاع كان ساعات يسقط في غيبوبة نعم ومرة هو يوم الأحد سقط في غيبوبة ولما استفاق حس اللي هما حطوله دواء على شفتي الذي يسميه ولددوه نعم لكن هو غضب قالهم عليش حطيتولي دواء وقالوا له احنا عندك ذات الجنب وهذا الدواء به قالوا لهم لا لكلكم تاخذوا من نفس الدواء الآن أمام عيني لأنه كان عنده شكوك شك نعم كان عنده شكوك في نوعية الدواء اللي تحط على شفتي نعم ومن من الغد يعني منذ الغد تتوفى يعني وبعد جيل فترة اللي هي محرجة أيضا بالنسبة لل الذاكرة الجماعية بالنسبة للمسلمين نعم هي أنه وقع تأخير فضيع في دفنه هذا موجود عند أهم المصادر ابن سعد الطبري ابن كثير كلهم يحكيوا على حتى طريقة جسد الرشطول كيف بدأ يتعفن يعني أنا آسفة أني نحكي نعرف اللي ممكن هذا يخد الشعور بعض المسلمين لكن الوصف موجود في كتب التراث يعني مش نجيب فيه من رأسي نعم وتأخير الدفن كان عنده بالنسبة لها سببين هو السبب العقائدي هو أنهم كانوا يعتقدوا الكثير من المسلمين أنه سيبعث سيبعث من جديد كالمسيح بعد ثلاث أيام ووقت عباس كانت عنده عباس عم الرسول كان عنده عباس قال عجلوا بصاحبكم يعني بما معناه لو ربي كان عنده نية أنه يبعثوا موجود بشي لقى الصعوبة أنه يخرجوا من القبر وسبب ثاني هو سبب سياسي بحث هو أنه كثير من الصحابة حاولوا يغتنموا الفرصة أنهم يسويوا مسألة مسألة الخلافة قبل ما تقع عملية الدفن حتى يحطوا العائلة خاصة عائلة الرسول أمام الأمر الواقع وهذا اللي صار فعلا لأنه وقت صار البيع العام لأبي بكر الصديق في الجامعة وقتها علي والعباس مشغولان بالدفن وجاء البراء بن عزب بن عازب قالهم لقدموا يا أبو بكر وعباس يعني من هول الصدمة يعني رفع يديه إلى السماء وقال لعلي قال له ألم أقل لك يا علي لم يرى مثل هذا قط يعني تجرأوا وفعلوها نعم كان في سؤال أحد الأعضاء نرى قدموا على أساس أنه هل هذه القصة هي لها أرضية تاريخية عندنا إتباتات أو تاريخ مادي أم هي يعني مجرد أسطورة جاءت بعد أكثر من قرنين نعم وهذا المسألة المسألة مطروحة بالنسبة مش كان للفترة هذية اللي اهتمت بها هي مطروحة أصلا حتى بالنسبة لوجود الرسول نفسه ولمكان الدعوة حتى ولو إن وجد يعني المسألة هذية متاع أنه هالمصدقية المصادر الإسلامية مطروحة مطروحة بشكل نقوله جذري يعني إذا كان تشك في المصادر الإسلامية يعني أنه منهجيا وأنك مش ممكن أنك تلغي المصادر هذية نعم يعني إذا كان تلغيها معنى الإسلام ينتهي ينتهي لا يوجد شيء اسمه إسلام لكن نجم ونتعامل مع النصوص هذية بحذر وأن نحاول نجنب الصعوبة متاع أن هي فاقدة للمصداقية لأنه فترة زمنية مهمة تفصلها عن الأحداث التي ترويها هذا أكيد في الضل غياب وجود مادة يعني وثائق وثائق يعني من عهد الرسول حتى الآيات القرآنية اللي وقع وهذا ما تقول المصادر وقع من كتابتها في عهد الرسول كان عنده كتاب منهم معروف أبي بن كعب كان هو سكرتير متاع الرسول يعني ذم الكل الوثائق الكل اختفت نعم اختفت كأني يعني فما عملية ممنهجة لإخفاء الحقيقة ديما يقول هو الماضي ديما فيه جانب نقوله كغامض نعم لأنه اختفى بادع لكن بالنسبة الإسلام هذا الغموض يعني يزيد يزيد تأكده عملية اختفاء الوثائق نعم اختفاء الوثائق والوقت قد دعمنا الحديث ممتع اشكرك